كبير للسفاة ناصر الكناني حيث الله أستاذ ناصر في حصاد التاسعة وسعد بوجودك معنا وأبدأ معك أستاذ ناصر أسعار صرف الدولار في السوق ما زالت مرتفعة بفارق كبير بين السعر الجديد الذي أعلنه البنك المركزي وهو المئة وثلاثين وبين السعر في السوق الموازي الذي يصل إلى مئة وخمسين ألف دينار شنو السبب برأيك أستاذ ناصر بهذا الفارق وماذا نحتاج لتقليل هذا الفرق الشاسع بين السعرين تفضل شكرا جزيلا وتحياتي لكم ولمشاهديكم والترام حقيقة تذبذ بالدولار وطبعا الكثير من الأخوة الذين يشتغلون بهذه العملية ويعملون بهذه العملية لهم أهل الصيرفات طبعا هم اللي يتحكمون بالسعر حقيقة ولا لهم علاقة نهائيا بسعر البنك المركزي البنك المركزي منذ يعطي الحوالات إلى أصحابها الحقيقية الحوالات الحقيقية اللي هي تأتي عن طريق الشركة العامة الاستيراد والتصدير واتبعا هذا مضمونة مية بالمية هذه الحوالات هي فقط اللي هي قد نحشح عليها مسبقة لحوالات البيضاء أما الحوالات السوداء الأخرى لحد الآن هي فعالة ولهذا السبب الدولار اللي خارج البنك المركزي أو خارج هذا فتلقي بارتفع هذا بحدود 20 نقطة و15 نقطة من 30 إلى 50 أو 55 مرات وماذا نحتاج من إجراءات أستاذ ناطب لتحقيق هذا الفرق الشاسع حقيقة البنك والسعر الرسمي والسعر الموازي حقيقة قال الحلول مسبقا يعني حاجيها وحاجيها أكثر من مرة إذا وزارة التجارة سيطرت على كل الاستيرادات هنا ما يكون شيء نحتاج إلى دولار ونحكي بشيء اسمه دولار أصلا بسوق العراقية الموازية وهذا مستحيل لا ليش مستحيل ما يكون شيء اسمه مستحيل وزارة التجارة تمتلك ما تمتلك من تسع شركات بالإضافة لها مخازن وسط النقل وكل المؤهلات اللي أعطيتها بعدين من تلتع اعتماد تلتع اعتماد بدون إجور أيضا مخازن اللي أعطيتها بدون إجور كلها من حقها تسغل بعدين أعطت تسع شركات أنا مدى أحكي فقط المفرشات أنا أقول مستحيل أستاذ ناصر لأنه حقيقة موضوع البطاقة التمونية تلكأت به الحكومات السابقة فأكيد ستتلكأ هذه الحكومات لا لا وزارة التجارة عندما تتحدث عن مفردات البطاقة التمونية اللي هي من تابعة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية تعرف شركة العامة للمتاجات الغذائية أشغل أربعة آلاف وسبعمائة وخمسين موظف بها وتمتلك من المخازن الكثيرة وتمتلك قصة النقل وتعرف شركة بهالحجم هذا تعتمد توقع شركة الأخرى اللي هي تزود هذه الشركة شركة حكومية بهذا الحجم اللي تستوردها هذه البضاعة شركة الأويس اللي أعددتها مو أكثر من خمس نفرات تتوقع هذا الحجي يعني هذا صايرا مسبقا وزارة التجارة بهالحجم أولا تستورد كميات كبيرة من دلشة عاملة يضغط السوق بأكمله يعني بحيث أوقف كل عمليات استيراد التجار الصغار حتى ما يكون موضوع أنموة أمنحهم بس وجه التنافس ما يصير تخيل وزارة التجارة إذا مثلا أنا فعلا رادة تستورد كميات كبيرة أنا مدى أحكي فقط البطاقة التموينية تعرف حسنا نزلت البيض رأسا الخفض نزلت الطحين رأسا الخفض ما يكون منافس ما يصير يعني مثلا وزارة التجارة تحتاج لمفردات البطاقة التموينية سنويا تخنفت له فرضا طبعا هنا تعرف المخصصة لوزارة المواد الغذائية كان مليار واربعمائة بالسنة صار وارب 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 واحد ستة أخرى مفردات صار بالضبط مليارين وثمانمائة مليون دولار سنويا مفردات البطاقة التموينية أنا داري لغط العراق بأكمله السوق العراقي بأكمله شون أغطي أغطي هاي المفردات مكان ما تكون مفردات على قدر اللي هم الأربعين مليون في كذا لا أنا اليوم يفترض أستورد الكميات بأكمله وأخزنها وأنا أبيع عائل من إلى التاجر اللي موجود والتاجر اللي موجود يستورد مثلا أنا ماذا أحكي عنه طبعا يستورده بالحوال السوداء أكيد بعدين ما عنده لعنده مخازن ولا عنده سطول نقل طبعا رح يدفع ضريبة وإذا نزمه قد يكون كذا يعني كثير من الأمور عليه فهو إذا فعلا الدولة استوردت وباعت له وخلت له هامش ربح هنا أيضا خلصنا من كل المشاكل لدينا نحكي عنه طيب إحنا طبعا نتمنى أن تكون يعني الحكومة قادرة على تنفيذ كل ذلك لكن هناك من يقول أستاذ ناصر أن مبيعات البنك المركزي لا تغطي الحاجة الفعلية للسوق بالرغم طبعا من حزمة التعليمات يعني والتسهيلات التي قدمها البنك والتي وسعت يعني نطاق المنافذ إلى أي مدى ترى أن هذا القول صحيحا يعني وإذا كان صحيحا كيف تستطيع الحكومة تلبية يعني حاجة السوق لا لا هو هذه العملية التي تحشي عنها لأن ما صار مجال بعد التهريب أوقف مجال التهريب من حد صار حد للتهريب فتقريبا قلت مبيعات البنك المركزي فأنا دا أقول مثلا إذا فعلا وزارة التجارة تتبنى عملية استيراد كافة السلاع دا أحكي أنا ألبسها ودا أحكي كهربائيات ودا أحكي على الأثاث كل ما موجود من استيرادات هي تستطيع تستوردها وتغطي السوق هنا حتى مبيعات البنك المركزي ماكو لأن انت دا تتحجج البنك المركزي يتحجج حتى يرجع لدينار هو رح يستورد بالدولار ويبيع بالدينار الراقي ويجع لدينار وممكنه يسدد بيار هذه الحجة اللي هم من تغذية هي مو صحيحة حقيقة إذا كانت الدولة يعني تتولى استيراد كل شيء فأين دور القطاع الخاص دور القطاع الخاص الدولة هي تبيع للقطاع الخاص والقطاع الخاص يبيع لمن؟ يبيع للمواطن أنطها مش ربح هاي الربح اللي بينك وبين الفروقات انت تخيل يعني وزارة التجارة تستورد بلايين الأطنان هذالا يستوردون آلاف الأطنان فأكو فرق كبير بمن؟ بالسعر اللي يستوردون بالإضافة إلى أن وزارة التجارة تتلك أسطول النقل وبتفتح اعتماد بدفع جور مالاعتماد يعني ذولا يدفعون تعرف يعني هو دي ولماذا الحكومة لا تقدم على ما تفضلت به نعم لماذا الحكومة لا تقدم على ما تفضلت به من قيامها باستيراد كل ذلك هناك جنبات فساد كبيرة جدا والمنتفعين هم منهم هم على رأس السلطة ومن هنا هي تكمن طبعا يعني الصعوبة طيب مشكلة الدولار وارتفاع سعره أثر على كثير من المفاصل الاقتصادي أستاذ ناصر وأثرت بشكل كبير طبعا على الأسعار واضطراب يعني الحركة التجارية واللي حقيقة بدورها يعني فاقمت من مشكلة ارتفاع الأسعار برأيك هل يعني سيطول هذا الأمر وهل هذا الأمر يهدد برفع نسبة التضخم شو بدايما السوق من يرتفع سوق الدولار يرتفع ترتفع كل المواد كل السلع بدون استثناء زين من ينخفض السوق تبقى الأسعار معلقة ما تنزل زين طبعا هنا يلي تحتاج إلى رقابة بس متى تحتاج إلى رقابة فعلا يعني ورقابة تكون صارمة ومحقة يفترض أن تكون وقت اللي تستورد عن طريق الدولة وبذاك الوقت تكون سعر موحد من ينخفض لو لا تخفض السعر من يصعد يرتفع نفس الحملية هي الصعدة وهناي هو هذه الحملية اللي تتم وتخلص من كل المشاكل نرجع ونقول وزارة التجارة هي المسؤولة أنا ماذا أقول وزارة التجارة يفترض تخصيصات إلى وزارة التجارة تخصيصات تغطي كل ما موجود من استيراداتنا اللي هي تذهب عن طريق الحوالات السوداء والله أستاذ ناصر أنت طرحت فرح جميل يعني قلت ربما سيكون في ذلك يعني يدخل الفساد في هذا الموضوع يعني إحنا عقد من العقود عقد بسيط ربما يصير بفساد يعني كبير فكيف يعني بموضوع استيراد شامل للدولة طيب النزاهة أوصت بنقل ساحات التبادل التجاري من المنافذ من إيران إلى العراق للسيطرة على عمليات التهريب إلى أي مدى ترى أن هذا الأمر قابل للتطبيق وهل سيحد من عمليات التهريب شوفوا إحنا عندنا منافذ حدودية وعدنا حدود مفتوحة لا تتوقع هو التهريب فقط عن طريق المنافذ الحدودية التهريب الآخر هو عن طريق الحدود المفتوحة أنت تعرف القراءة المتجاورة كلهم قرائب وبنعام وأخوة أثنين قد يكون واحد بإيران واحد بالعراق أو واحد بتركيا واحد بجانب العراقي واحد بسوريا واحد بجانب العراقي فهذه القراءة المتجاورة هي التي غير مسيطرة عليها أما المنافذ هم من الصعب جدا يسيطرون هنا أنا أكيد يجي السؤال يعني أين دور الدولة يا أخي دور الدولة عندنا حدود كبيرة مفتوحة دور الدولة اللي موجود تعرف أنت هالسحالي أنت تنقل للمنفذ الحدودي هو بيتها خلي نقول خلي نقول بالموصل ويريد يروح للبصرة يشتغل تعرفش قد يدفع حتى يروح للبصرة يشتغل يدفع دائما تكون قريبين من بيتهم حتى يروح ويجي ما أعرفان يعني هذا الحكي هو واضحة للعيان يعني موضوع الفساد تقول ما موظفه يجي النقل من المكان مكان يدفع رشو حتى ينقل يعني على ويجي النقل إذا هو ما نفكر أكو دفع أكو فائدة طيب يعني الحكومة بتقديرك أستاذ ناصر حددت وحجمت من قضية التهريب في الدولار أنا ماذا أقول ما حجمت حجمت بس مو ذاك التحجيم التام لأنه المنافذ ده نحجة على الفساد اللي موجود بالمنافذ بالأضافة إلى الحدود المفتوحة يعني إذا قدروا يسيطروا عن المنافذ الحدود ما يقدروا يسيطروا عليه هنا المشكلة الكبيرة ده نحجة عنه طيب شنو تقييمك لقرار البنك المركزي والحكومة بخفض سعر الدولار وشنو الأثر الاقتصادي المترتب على هذا القرار هذا الموضوع حقيقة يعني أنا إذا شوفه يعني حقيقة هو مو علاج هذا هذا مثل ضرب النورفين يعني يعني هذا بوضع عملية تخدير زين أما العملية الحقيقية ده نحجة عنها ليه شمو علاج أستاذ ناصر ليه شمو علاج لا لا مو علاج هذا مو علاج بأنه أكو عملية تهريب فشنو عملية تهريب أي بضاعة تدخل هسنا اللي لاحشيوك على الأدوية تفضل رح أي أبو صيدلية تعرفها أسأل يقول إذا قد عندك أدوية مستوردة يعني حقيقية إذا ما لقيت عدة يمكن واحد بالمئة واثنين بالمئة مستوردة غسمي والباقي كل جاي تهريب طبعا الأدوية من تدخل تهريب شنو معناته أيضا المأموات تخرج تهريب غير نحشي عن حوالات السوداء هالسحال يعني قد يكون سلح موجودة متكدسة داخل العراق رح أعدد لك فضل امشي تفضل في أي سوق من الأسواق اللي موجودة شوف الألبسة بأكملها للمرأة واللطفل والرجل شوف ما موجود من كهربايات بأكملها شوف ما نجو من النزلية بأكملها شوف من غذائية بأكملها كل اللي تجد بالشارع هو كله مستورد عن طريق الحوالات السوداء بالإضافة للأدوية اللي موجودة هاي مكدسة يعني هاي من السنين تدري هذا قمون نفذت عند البضاعة بضاعة موجودة عنده فمن تخلص البضاعة مباشرة هو شخلص عنده مو كل ما موجود من البضاعة مثلا التاجر الألبسة هم لو يتحدون كل عشر مصطعش تاجر يسؤلون شركة ويفتحون اعتماد رسمي والاعتماد الرسمي نسميه مجزة لكل مثلا يعني هسا تاجر الرئيسي جبت حشر تجار ويا انت شتري كذا كذا من فلان شركة وذاك من فلان شركة أفتح اعتماد لكل بعدين نجزع هذا الاعتماد للشركات وتدخل حوالى بيضاء رسمية بأوراق رسمية هنا نحلت كل المشاكل لتاجرنا يلتزم وايضا حكومتنا لا تتولى عملية الاستيرات حتى تخلص البلد من هذه الآفة الكبيرة اللي اسمها الفسر طيب اريد اعرف الاثر الاقتصادي استاذ ناصر لخطوة يعني تخفيض سعر الدولار شنو الاثر الاقتصادي لهذه الخطوة طبعا هي خطوة رائعة جدا بس ترى فعل هي تنفذ الى مالة نهاية ولا راح تنتهي لحد الان ما نقدر قرار الموازنة اقرار الموازنة المشاكل اللي بيها لو تعرف المشاكل اولا بين الكتل السياسية اكو مشاكل اثنين بين كردستان والمركز اكو مشكلة الثلاثة بين المحافظات احنا نسميها الحاكمة اللي هي تخصيصات المحافظات وتخصيصات اخرى المن قلنا تخصيصات المحافظات لكل محافظة اقولها تخصيص يفترض حسب السكان وحسب الاحتياج وهذا تدخل بها وزارة التخطيط هذا كلها موجود ماذا نلقي احنا بالموازنات السابقة طيب هذا السعر الجديد الذي حددته الحكومة يعني اجبر وزارة المالية الى اعادة النظر بمجمل الارقام الخاصة بالموازنة سؤالي استاذ ناصر اولا اريد نعرف فنيا لماذا تغيير سعر الصرف يؤثر على اعادة النظر بمجمل الارقام حتى تكون يعني مفهومة للمشاهد الكريم وثانيا هذا العامل اللي هو سعر الصرف الجديد وانخفاض سعر النفط بالاضافة الى عوامل اخرى سياسية واختصادية كما تعلم يعني شنو تأثيرها على سرعة اقرار الموازنة شوكت الميزانية تشوف النور تشوف الموازنة يفترض تقار فصلية اذا قرت فصلية هنا تقريبا مشاكل خفت ماذا أقول انتهت من أقول فصلية مثلا احنا عدنا اربع فصول بالسنة نأخذ لثلاثة شهر الاولى بمعدل انت بتقدر تتحكي عن احنا شنو ايرادنا ايرادنا بس من النفط اذا حكينا مثلا النفط من يقدر نتخذ لمدة سنة برقم معين يعني هسا مثلا دا نحكي عن الرقام قبل شوية بتقريركم تكساس بسعر وايضا برنت بسعر احنا عندنا بالمناسبة العراقي بيعمو بورصة دبي يعني معنا 16 دولار ناقص برنت طيب سؤال اخير استاذ ناصر وباختصار يعني اريد اعرف من خلالك المشكلة الاكبر حسب تقييمك حسب يعني متابعتك في موضوع دولار هل هي تكمن يعني في الدولار المهرب ام في عدم قدرة الحكومة يعني على تكييف يعني الاقتصاد للمنصة الجديدة التي فرضها الفيدرالي الامريكي اي من هذه العوامل هي الاقرب يعني شوف بالنجا علاوي وجاب لنا الورقة البيضاء اللي هي برنامج معادلة مندة خمس سنوات حقيقة يعني معنات البنك الفيدرالي يعلم بكل ما موجود من شاردة وواردة اين تذهب اموال العراق زين يعني علاوي لا توقح هذه الورقة البيضاء هو اللي يكاتبها لا اجدت مكتوبة علاوي كل ما هنالك ضيف لها الموازنة اللي صارت صبعا مكتوبة من مين صفحة صارت 350 صفحة هي لإعداد البرنامج لمدة خمس سنوات حاليا انا جاءت خلصا خمس سنوات لحد الان سنتي لعدنا ثلاث سنوات اخرى الرجل استقال لان هو انضغط عليه وقال لسبب الضغوط التي اتت عليه انا استقيل عفوا استاذ ناصر قلت ان الورقة البيضاء هي جاءت مكتوبة كأنك تقول هي جاهزة من قبل من من قبل البنك الفيدرالي من قبل الفيدرالي بانك هي وعدت وكذا برنامج متخص حتى الغاية منها يخلصون من كل ما موجود طبعا حتى تتعرف حاليا الطبعة جديدة للدولار تتعرف انت الدولار عين ما يذهب معروف هذا ما الفلان بلد هذا الفلان بلد هذا الفلان بلد معروفة حتى الجديد الطبعة الجديدة اللي سيصبح بها ميموري معروف هذا الدولار وين يروح وين يجي لا يتوقع اشتركوا في القناة